أنا عايز أبدأ بتقرير صدر النهاردة عن منظمة الفاو منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة بيتكلم فيه عن زيادات الأسعار عن مستوى العالم بيتكلم عن من 8 إلى 20% زيادة و بيركز تحديدا على الحبوب والزراعة بيتبار أنه المعلومات اللي بتقولها منظمة الفاو أنه روسيا هي أكبر مصدر للأمح في العالم الكوراني هي الخامس الدولتين مع بعض بيوفروا أكثر من تلت صادرات الحبوب العالمية و 19% من الشعير و 14% للأمح و 4% للدرم وبالتالي عندنا مشهد دولي ممكن سيادة الرئيس في التقرير أشار إليا دكتور نادر السؤال الأول وإحنا عندنا سؤالين المسؤولية والألي زيادة الأسعار والمسؤولية مش مسؤولية جنائية قطعا يعني احنا بكلم على من يتحمل ده والسؤال اللي بتراح المواطن الطبيعي في مصر دولة نهرية المعتمدة للمواطنين فيها على الدولة والمجتمع طول الوقت شايف إن الدولة هي الأصل هل زيادة الأسعار في ظل ما تمتلك الدولة وتوفره في الأسواق مباشرة من سلع أو خدمات وهناك أيضا القطاع الخاص الذي حصة المسؤولية هنا تتوزع ازاي؟ مسؤولية ارتفاع الأسعار الحالية تأصد؟ نعم الحالية نعم في ظل الأزمة دي الأسعار الحالية كدولة مصر دولة ومستوردة صافي لغزاءها الأغزيتها الأساسية 65% من إجمال احتياجتنا من الغزاء بنستوردها من الخارج كلفتنا في العام الماضي 17 مليار دولار وبالتالي احنا مرتطة لما بنستورد معظم غزاءنا يعني احنا أكبر دولة مستوردة للأمح في العالم مستوردنا 13 مليون طن في العام اللي فات بنسبة 70% احنا رابع أكبر دولة مستوردة للدرة الصفرة للأعلاف ودي أهميتها أنها بتستخدم في صناعة أعلاف الدواجن والمواشي وبالتالي بيرتبط بها أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجلود وخلافه احنا خمس أكبر دولة في العالم مستوردة لزيوت الطعام نستوردها بنسبة 100% من احتياجاتنا العتس 100% الفول 80% السكر دلوقتي وصلنا إلى 20% فقط انخفاضا من 30% إذن الأغزاء الأساسية بنستوردها عندنا اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة فقط إنما الباقي كله بنعتمد على الخارج ترى ما بتعتمد على الخارج إذن أي اضطرابات تحدث في الخارج أي ارتفاع في أسعار البترول أي حروب تحدث ما بين دول مصدرة للغزاء مش أي دول يعني لو حروب حصلت بين دولتين أفريقيتين ما تأثرش في الأسعار العالمية إنما لما يحصل حروب ما بين روسيا وإكرانيا دول بتحكموا 34% من صدرات القمح في العالم بتخرج منهم يعني من تجارة القمح الفعلية إلى العالم 34% ده رقم كبير لو بصنا لزيوت عباد الشمس 73% من إجمال صدرات زيوت عباد الشمس بتخرج من روسيا وأوكرانيا الاثنين مع بعض الدورة الصفرة نحو 20% من 18% لـ 20% دي كلها سلع السياة الشعير سلع مهمة لبعض الدول زي مثلا جريطنا المملكة العربية السعودية أو ليبيا أكبر مستورد في العالم للشعير يعتمد على رغيف الشعير يعتمد على تغذية المواشي بنوع معين من الشعير عشان طعم اللحمة المستساغة أو نمط استقلاق اللحوم عندهم فإذا الغاز كمان كروسيا بتصدر 20% تتحكم 20% من صدرات الغاز العالمي و40% من صدرات الغاز لأوروبا الغاز ده بيستخدم في صناعة الأسمدة 17% من صدرات الأسمدة النيتروجينية لازمة لإنتاج الغذاء لأن سماد الأسمدة النيتروجينية الفلاعة عندنا يسميه كيماوي مش موجود في الأرض فلازم يضاف خارجي 17% من الصدرات العالمية خارجة من روسيا و15% من صدرات البوتاسيوم خارجة من روسيا ده السماد الثاني عندنا النيتروجين فسفور بوتاسيوم دول 3 أهم أغذية لإنتاج الغذاء فروسيا بتتحكم فيهم أيضا صدرات الغاز بتنتج الأسمدة فإذا هي متحكمة في نسبة كبيرة من الغذاء أمح وشعير وضرة دي من الحبوب الأساسية متحكمة في الأسمدة متحكمة في الغاز اللي بصنع الأسمدة في أوروبا أو في العالم من هنا كانت الأزمة لارتفاع الأسعار الحالية اللي نتجه ما بين الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا مؤثرة علينا خاصة أننا في السنوات العشر الأخيرة اعتمدنا في ورداتنا على هذا المحوى الروسيا وأوكرانيا وأصبحنا نستورد منه يمكن 90% من 80% ل90% من احتياجاتنا من القمح وزيوت الطعام والدرة الصفرة كنا لغاية عام 2010 بالنوع مصادر الاستراد لكن نتيجة لأن الأمح الروسي والأوكراني أرخص بنسبة 10% اتجهنا إلى هذا الموضوع وكمان سرعة وصوله إلى مصر في خلال 10 مئة لذلك فلاصة الدكتور نادر أن التعاليات العالمية والزيادة أو قلة المعروض هو سبب الرئيس المغاشر للغلاء الأصعار ليس سببا داخليا ولكنه غلاء قادم من الخارج نتيجة لمحدودية الموارد الزراعية المصرية فبنتطر أن نستورد جزء كبير من غزائنا من الخارج ترجمة نانسي قنقر